شارك سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزيان وزير الخارجية في عشاء العمل الذي أقامته المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم برئاسة معاليا السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية على شرف وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي بمناسبة عقد القمة الخليجية الأوروبية الأولى غدا في مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل وتم خلال عشاء العمل مناقشة تطورة الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود التي تبدل لوقف التصعيد وتخفيف حدة التوتر في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة ولبنان وأفاق تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وجهود حماية حرية الملاحة الدولية في البحر